البولغة الارجنتيني ليونيل ميسي تعرض لصيحات الاستهجان من جماهير هون كونغ بسبب عدم مشاركته في المباراة الودية التي جمعت فريقه انتر مايامي بنجوم الدول المحلي في هون كونغ اتظل ميسي في مقاعد البودلاء طيلة مجرية اللقاء جلوس ميسي في ذكة البودلاء امر اثار غضب الحضور الجماهيري الغفير الذي قدر بازيد من 38 الف متفرج سارعوا لاقتناء التذاكر وحضروا للمباراة خصيصا من اجل مشاهدة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي غاب عن التشكيل الاساسي بداعي الاصابة حسب ما اكده مدرب الفريق تاتا مارتينو ليكتفي ليونيل بمتابعة المباراة من مقاعد البودلاء في الدقائق الاخيرة من عمر المباراة زادت الجماهير من حدة صيحات الاستهجان بعدما اقتنعت ان بطل العالم والمتوج بالكرة الذهبية 8 مرات ليونيل ميسي لن يشارك ولو لدقيقة في المباراة التي حسمها انتر مايامي برباعية مقابل هدف لنجوم الدور المحلي